لكن تعالوا نتكلم بجد بقى تعالوا نتكلم ونقف مع كاس العالم اتمتع زي ما انت عايز وشوف كرة من نوع تاني وشوف كرنفال في المدرجات وشوف ملاعب وشوف ارضيات وشوف نقل وتصوير وبث تليفزيوني على اعلى مستوى وشوف كرة مختلفة كرة غير لكن في النهاية تعالوا نتكلم مع بعض بجد شوية النهاردة منتخب زي المنتخب المغربي بيلعب دول التمانية وقريب جدا جدا ان شاء الله لو كان معاك توفيق ان يوصل لدور قبل نهائي منتخبات زي ايطاليا بطل عالم مرحش المنديل الاساسي المانيا خرجت من الدور الاول اسبانيا خرجت على ايد المغرب البرازيل خرجت على ايد كرواتيا كرواتيا لتاني مرة على التوالي مربع دهبي وكرواتيا تحديدا لابد انك انت تنزلها بعين الاعتبار ايه الجيل ده ازاي المعطيات ايه النس دي عملت ايه على مستوى الدوري الدوري الكرواتي لا ينظر اليه احد لو سألت عشر سؤال تقول لهم فيه قولي تلات اسماء لتلات اندية من كرواتيا ما حدش يعني لو حد قالك فيهم دين وزغرب مثلا يبقى قد ترخيل الدنيا على مستوى اللعيبة السوبر افضل عشرين لعب في العالم ما فيهمش لعب واحد كرواتي ما فيهمش لعب واحد كرواتي سيبك من لوكا مورد مودريتش لانه لقد كان لوكا مورد مودريتش تاريخ لكن النهاردة لما تيجي تقيم لوكا مورد مودريتش مش من افضل لعب على مستوى العالم مش من افضل عشرين لعب على مستوى العالم ما عندكش امبابي هاريكين ليفندوفسكي بن زيما ايرلينج هارلند محمد صلاح كيفين دي بروينا ما عندكش عندكش فيرجل فندايك في الدفاع ما عندكش ما عندكش لعيبة من العيار التقيل وما عندكش أندية بتظهر أساسا على الساحة مش هقولك بتنافس على ألقاب الأوروبية ما لهاش وجود أساسا او مع ذلك عندك منتخب في منتهى القوة قادر يوصل للدور قبل النهائي وصل بالفعل المباراة النهائية في نسخة أخيرة من كأس العالم ووصل للمربع الزهبي وعلى بعد خطوة وحيدة صحيح في مواجهة الأرجنتين لكن عنده شخصية منتخب أرهق البرازيل بشكل عنيف لمدة 120 دقيقة منتخب قدر يرجع في واحدة من أصعب المباراة قدام المرشح الأول للفوز باللقب وبالتالي هنا انت بتكلم عن ناس عندها رغبة وعندها إرادة وعندها تصميم عندها رؤية وعندها قدرة على التحضير وعندها رغبة في إظهار قدراتهم وقد كان ونجحوا الحقيقة في تحقيق إنجاز تاريخي يحسب للجيل ده ويحسب للقائمين على المنظومة في كرواتي برضو إنجاز يعني بتداشتقول جاي بالصدفة كرواتي لما توصل مباراة نهائي كاس عالم وتخسر قدام فرنسا ده إنجاز تاريخي كان ممكن إنه يكفي لسنوات طويلة جدا الناس ليس بتبحث عن التأهل الناس ليس بتبحث عن الفوز بالبطولة الفوز باللقب الجيل ده من كرواتي أعتقد هيكون جيل تاريخي جيل تاريخي وبالتالي المعايير هنا تستحق إن إحنا نبص لها نظر التقييم التجارب دي لابد إن إحنا ندرسها ونستخلص منها دروس وعبر يمكن نستفيد بيها وأعتقد إنه المنتخب المصري جديد دايما بإنه هو يكون موجود في بطولة زي بطول كاس عالم ما بقولش إن إحنا نوصل مربع زهري وبقولش إن إحنا نوصل دور تماني لكن التواجد في كل نسخة من نسخ كاس العالم أعتقد إنه حق أصيل جدا للكرة المصرية